السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الثالث درس الكسور العشرية يا سابع بسم الله الكسور العشرية يا سابع هي عبارة عن كسر بسط ومقام المقام لازم يكون عندنا عدد عشري عدد عشري يعني بدي يكون عشرة مية ألف عشرة آلاف مئة ألف مليون فهلأ نحن درسنا بدنا نحول العدد النسبي أي عدد النسبي موجود معنا اللي بكون طبعا العدد النسبي والعدد اللي منكتبه على شكل كسر بسط ومقام بدنا نحوله العدد عشري رح نبدأ بمثال واحد حتى نعرف كيف نحول العدد النسبي لكسر عشري إذا كان عندنا 2 على 5 عندنا 2 على 5 كيف منحولها العدد عشري هلأ في عنا أعداد يا سابع إذا كانت موجودة بالسؤال منحول عملية الضرب يعني إذا كان في المقام 5 بضربه في 2 شو صار عندي المقام؟ 10 وإذا كان 2 طبعا بضرب ب5 إذا كان عندي 4 بأش بضرب 25 بيعطيني 100 وطبعا إذا كان ب25 بضربها ب4 وإذا كان عندي 8 بضربها ب125 أش بتعطيني بتعطيني 1000 هاي الأعداد إذا كانت موجودة في السؤال أنا بحل ضرب مباشرة وبطلع الجواب يعني مثل 2 على 5 بضرب الخمسة إيش عندي؟ بضرب الخمسة في 2 طبعا بصت مقام صارت عندي 4 على 10 وتساوي 4 بالعشرة إذن أنا كتبتها على شكل إيش عندي؟ على شكل كسر عشري طيب لو كان عندنا ياد سابع سالب 3 على 25 سالب 3 على 25 طيب سالب 3 على 25 حكينا 25 بأش بنا ضربها ب4 بصت ومقام سالب 3 ضرب 14 بتعطيني سالب 12 على 100 وتساوي 12 بالمية وإشارة السالب أشمالها بتنزل إشارة السالب بتنزل طيب خلينا نحل أتحقق من فهمي هلأ إذا كان عندنا خلينا نكتب النص وتلاتة على 5 إذن في عندنا نص وفي عندنا تلاتة على 5 نبدأ أول إشي بيم النص النص أنا عندي المقام أش 2 بأش بضرب الاتنين اللي حتى تعطيني 10 أو 100 أو 1000 أو غير بضربها ب5 بضرب بصت ومقام 1 ضرب 5 5 2 ضرب 5 10 نكتبها بالفاصل العشرية شو بتطلع عندنا 5 بال10 أو نص طيب هلأ أنا أشفي عندي بالمقام 5 عكس الأولى إذن بأش بضرب الخمسة في 2 بصت ومقام 3 في 2 6 وخمسة في 2 10 إذن شو بتطلع عندي 6 من 10 6 من 10 نكمل السؤال سالب 7 على 20 سالب 7 على 20 وعندنا 4 على 25 سالب 7 على 20 العشرين هي نفس مبدأ الاثنان إذن بأش رح أضربها بخمسة بصت ومقام 7 بخمسة 35 إشارة السالب بتنزل 20 بخمسة هلأ 2 بخمسة عشرة وفي عندي صفر إذن أش بده ده تصير 100 نكتبها بالفاصل العشرية أش بتطلع عندنا 35 بالمية طيب عندي 4 على 25 بضرب 25 في 4 بصت ومقام 4 ب4 16 25 في 4 100 نكتبها بالفاصل العشرية بتطلع عندنا 16 بالمية إذن الجواب إش بيكون عندي 16 بالمية طيب هلأ في عندي أعداد مثلا نأخذ هلأ الخمسة عتمانية بكتابكم يا سابة حللكم يا قسم طويلة الخمسة عتمانية طيب سؤال أنا عندي خمسة على تمانية هلأ أنا حكت لكم إنه التمانية بإمكانك تضربها بمية وخمس وعشرين طبعا بدنا نضرب بسط ومقام هلأ 5 ضرب مية وخمس وعشرين شي بتعطيني 625 على تمانية بمية وخمس وعشرين شي بتعطيني ألف وتساوي 625 625 625 من ألف بدل ما أعمل قسمة طويلة إذا كان معي العدد 8 بضرب 8 في 125 أو خلينا نحل نفس السؤال نأخذ قسمة طويلة 5 على 8 5 على 8 قسمة طويلة عندي 5 وعندي 8 5 تقسيم 8 لا يجوز أش بحط فوق 0 لحتى أكمل بنحط فاصلة وأش بضيف للخمسة 0 صارت عندي 50 50 تقسيم 8 كم فيها ب6 6 ب8 48 نطرح 50 ناقص 48 كام 2 بنزل 0 20 تقسيم 8 كام فيها كام فيها كام فيها يا سابع فيها ب2 2 ب8 16 نطرح 20 ناقص 16 كام فيها 4 بنضيف 0 40 تقسيم 8 كام 5 5 في 8 كام 40 إذا طرحناهم 10 رح تطلع لنا أصفر يعني إحنا صفرناها فإذن شو جواب الخمسة على تمانية طلع معنا 625 من ألف اللي هو نفس الجواب اللي لما ضربنا 8 في 125 يعني لا إما منحل قسمة طويلة أو منعمل عملية الضرب الأسل اللي لكم حلو عليها 7 سأتناخد كمان سؤال لو كان عندي العدد 5 على 16 الخمسة على 16 نعمل قسمة طويلة 7 5 على 16 لا يجوز نحط صفر نحط فاصله ونضيف للخمسة صفر 50 على 16 كام فيها تقريباً 3 3 في 6 18 3 في 1 3 في 1 4 50 ناقص 48 كام عندنا 2 ننزل صفر 20 كام 16 فيها 1 1 16 عندنا 16 نطرح كام تطلع عندنا 4 ننزل 0 40 60 50 فيها 3 40 كام راح تكون 2 2 6 عندنا 1 2 1 2 1 3 40 32 32 أش بتطلع عندنا تطلع عندنا 8 من ضيف 0 80 تقسيم 16 كم فيها بيها 5 5 16 5 6 30 باليد 3 و 5 1 5 3 8 صفرت إذن 5 على 16 هي عبارة عن 3 6 5 5 1 5 6 6 7 7 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الشيء بدنا نعمل قسمة طويلة 3 على 9 لا يجوز نحط فاصلة ونحط صفر 30 كم 9 فيها فيها بتلات 3 في 9 27 نطرح كم تطلع عنا 3 نرجع من ضيف صفر 30 على 9 كم 3 في 9 27 احنا كل مرة ايش صار يتكرر معنا 30 فكل مرة اذا شو رح يطلع عنا تجفع عنا 3 ايش رح يطلع تتكرر 3 هذا التكرار في العدد هذا منسميه الكسر العشري الدوري اذا هو كسر عشري ايش عنا دوري لانه ضلو يكرر نفسه الكسر العشري الدوري منكتبه يا سابع منكتب العدد اللي تكرر معنا ومنحط فوق ايش خط هذا الخط بيدلك انه الكسر الموجود معنا كسر عشري دوري كسر عشري دوري سناخد كمان سؤال علي اتنين على تلات اتنين على تلات نعمل قسمة طويلة اتنين على تلات لا يجوز نحط صفر عشرين على تلات كم فيها؟ فيها بستة ستة في تلات كم؟ تمنتاش عشرين ناقص تمنتاش كم فيها؟ تنين صارت عشرين اذا رجعت ستة صارت عنا تمنتاش رجعت اتنين اذا هلأ الستة هاي اش مالها رح تضلها تتكرر معنا اذا ايش هذا العدد صال عنا؟ عدد دوري فإذا اتنين على تلاتي عبارة عن ستة بالعشرة ايش عنا؟ دوري ستة بالعشرة دوري ايا سابع اذا اللي حتى لحول العدد النسبي لكسر عشري لا اما بستخدم عملية الضرب اذا كان المقام عندي خمسة او اتنين او اربعة او خمسة وعشرين او تمانية او بستخدم عملية القسمة في حال انا المقام الموجود معي ما بقبال القسمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة